اشتركوا في القناة وأن ينتقلوا إلى مراخز الاستقبال الموقعة كي يعبروا إلى أوروبا بطريقة شرعية عبر إجراءات توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي ويحظى اللاجئون والمهاجرون في مراخز الاستقبال الموقعة بالعناية الطبية والأطعمة والمسكن والخدمات الطبية ويوجد أطباء أطفال وطباء طب عام وأسنان وصيادلة تعمل أربع مراخز استقبال الموقعة حتى الساعة في أتيكي وعشرة في الأقاليم كل المنشورات غير الصادرة عن الدولة اليونانية والهيئات غير الحكومية المعروفة بمصداقيتها من الممكن أن تعرض حياة الذين يعملون بمضمونها للخطر وأيضا وفي الكثير من الحالات استهدف إلى استغلال اللاجئين توقع خبراء الطقس والأرصاد في اليونان في أن يكون الطقس اليوم الثلاثة غائم جزئيا إلى غائم مع انقفاض بسيط في درجات الحرارة وتساقط أنطار متفارقة وهبوب رياح جنوبية غربية وفي بحر إيجا تهب رياح جنوبية وجنوبية شرقية وسرعة الرياح خمسة إلى ستة بفور وستصل إلى سبع بفور في شرق بحر إيجا وفي البحر الأيوني تهب رياح جنوبية شرقية بسرعة ستة وسبع بفور والمناطق الجنوبية ستصل إلى ثمانية بفور ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة يوم غد الأربعاء وتتساقط الأمطار بغزارة حتى يوم الجمعة بتاريخ خمسة عشر مارس أذار عام الفين وستة عشر وشكرا للمتابعة اشتركوا في القناة